مسألة صناعة السينما وصناعة الدراما دلوقتي هل فعلاً بتواجه مشكلة في الموضوع ده؟ إنه خلاص أجيال جديدة بتطلع فالقديمة بتستبعت تماماً مسألة المزج ما بين الأجيال دي ما بقتش موجودة فأثرت بالفعل على العملقة في الفن كان ممكن إنه هم يوضلوا يدوا لحد دلوقتي كتير؟ بصي هو العنوان وجد نظري الشخصية المهنة دي مهنة السينما بالتحديد أو المسرح أو الميديا دي تاريخها زمانها لما نرجع بعيد قوي هنكتشف إنه هي لا تتسم بالوفاء لا صحة لا تتسم بالوفاء يعني القانون الأساسي فيها الجديد يمشي الأديم الجديد يجي الأديم يمشي تمام؟ ده القاعدة؟ أوكي متفقين عليها طيب لها أمثلة كتير ولها ناس شخصيات عظيمة في حياتنا إذن ما نذكرنا منها هتكلم مثلاً أن أستاذ علي الكسار كان عظيم جداً وفي الآخر اشتغل رجع اشتغلكم بارسة سماعيل ياسيم دايماً لا وحالك كمان من صغرك يعني تعاملت في التمثيل مع نجوم كبار جداً أنا شفت أجيال أنا شفت عظماء كنت فاكر وأنا طف إنه هم مش بني قدمين حقيقيين إنه دولة يعني آه يعني دول خيال فشفتهم يعني شفتوا إيه ده بيسلم علي وبيحضرني وبأسأله وأنا عايز أمثل فينصحني الرجل ده وفي نفس الوقت لقيه هو ما بيشتغلش مهمل طيب زي المتقول ما تقول الاسم يا أستاذ عبد يعني أنا شفت زمان قابلت أستاذ عبد منعم إبراهيم مثلا وشفت هذا الرجل في لحظات إحباط وحزن أستاذ توفيق دين في لحظات إحباط وحزن شفت شخصيات عظيمة أستاذ عبد حمدي أستاذ عبد حمدي بصي أنا عشان كده بسميها مهنة لا تتسم بالوفاء طيب من هل من أشخاص لا هي طبيعتها كده هي مهنة متجددة الجديد أقوى فلما يجي دلوقتي أتكلم في الزمن اللي إحنا فيه إحنا الفرص للشباب أقوى وأكبر الميديا أنا هعود في البيت ما عنديش ما عرفش الأستاذ أحمد كمخرج هروح أخبط على بابه عشان يشغلني فهو ممكن يشغلني ممكن يشغلنيش فأنا بعمل إيه كنت زمان أنا جيلي أنا نقعد بالأيام رايحين له لحد ما نزعجه لحد ما يشغلنا ونمشي في التلفزيون فطول التلفزيون رايحين جايين قدام قضة المخرجين عشان يولوا خد يا ابني هنا ده يعمل دور كذا دلوقتي الشباب عندها فرصة غريبة جدا السوشال ميديا ما أصحى الصبح قول كلام أنت بقيت نجم قول كلام بقيت نجم أي كلام مش كلام طيب تعال بقى تعال تقول مش أي كلام قول حاجة مهمة وجربوا كده هتبقى نجم هتبقى نجم نجم وبعدين تتاخد يتعامل بقى بيكس تكم ومتكم والحاجات الكتيرة جدا للي بتحصل للكم كلها تمام أنا شايف أن الفرصة دلوقتي للشباب مهمة طيب أسدتنا بقى أنا هبقى واحد زيهم من الناس اللي هي هيجي عليها جيل وهفضل قاعد هو ليه مش بيسألوا عليها هو ليه مش بيفكروا فيها عشان كده ده كان السبب الرئيسي إنك تألف إن أنا أكتب وأفكر في الإنتج وأنتج أصنع ومنتج شاطر أصنع بس عايز أتكلم في المنطقة عشان مش عايز أنا أمدي إيدي لحد عشان يشغلني خالص أنا عايز أنا أشتغل بس الإنتاج بقى مكلف ده الواحد ربنا بيرزق مصد أحمد كمان عارف بس أحمد نور ربنا بيرزق بحاجة هي فكرة الإنتاج مكلف أنا ضد دي الإنتاج فكرة صح ذكاء فكرة إنتي هتصنعيها إزاي وأنا ضد الإنتاج اللي هو في بزخ وبسمع الملايين دي كل ده كذب وأنا بقولها علنا وصلنا إلى السينما عارفين وأقولها في وشهم كذب